يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كلمات جميلة جدا وقل من ينتبه إليه قال والعجب كل العجب ممن يرى خطا جميلا حسنا أو نقشا جميلا حسنا على حائط من الحوائط فيعجب بهذا الخط أو بهذا النقش ثم تراه يصرف فكره وعقله وهمه كيف خط الخطات وهذا الخط وكيف نقشه وكيف استطاع ذلك ولا يزال الرجل ينظر إلى هذا الخط الجميل والنقش المبدع يستعظم هذا في نفسه ويقول ما أحذق هذا الخطات وما أكمل هذا النقاش وما أجمل صنعته وما أحسن قدرته إلى غير ذلك ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي أنفسكم أفلا تفسرون ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره من خلق الله ثم يغفل عن صانعه وخالقه ومصوره فلا تدهشه عظمته ترجمة نانسي قنقر